اشتركوا في القناة عم بتقول يعني لما سئلت سؤال إذا كان المسيح إليه ليش نصلب فزالت وأخذها خاطرها أنتوا ليش كلامكم دايما طعن وسب ما عندكم شي تدعونا إلى الإسلام فيه عنا كتير بس لما وحدة تكون عم تحتاج بكتبها وتتسلط على المسلمين بجل تنسألوا هذا ما أنه مسبب هذا ما هي شتيمة إنه واحد قال لك إذا كان المسيح ليش نصلب أنت عارف الجواب بقرارة نفسك عارف أنك على باطل عارف أنك صاحبة مصلحة دنيوية وإلا ما في واحد عاقل بيقول أنه الإله بين صلب إله ضعيف كيف بتخافي الله أنت وبتشوفي الناس تحدوا الله استغفض العظيم وصلبوه عقلك عقلك بيحللها تماما بس مصالح دنيوية المهم شفتها اليوم وهذا أول مرة أنا صراحة بتابعها عم بتقولي إذا كان أحمد دي ذات رجل صالح وعلى حق ليش الله تخلى عنه ليش الله تركه سمعكم صوتها يعني بدي أرجع معكم على سريع لاتصال إجاني من مدة وأثار حفيظة بعض المسلمين لما قلت له على حدا عم يحكي عن أحمد دي ذات قلت له ليه تخلى الله عنه لو كان عبادته حق أحمد دي ذات أو زاكر نايك ليه تخلى إله عنه لحظة 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 أنت نسيت يا ماغي ما ورد في كتابكم أن المسيح عتب على الله وقال له لماذا تخليت عني إيه لي إيه لي لما شبكتني معناه يا إلهي يا إلهي لماذا تركتني وتخليت عني الظهر نكنسيتها هاي ولا مذكري كل موجودة ولو وكان عم يصرخ بصوت عظيم يسوع ويقول إيه لي إيه طبعا هنا بيحرفوها هيك إيه لي إيه لي لما شبكتني عاملينها إيه لوي إيه لوي مرات إيه لي إيه لي لما شبكتني مرقص 1534 معناه يا إلهي إلهي المسيح عم ينادي يا إلهي زمنه إله أي واحد ينادي يا إلهي ما بقى إله ولو صحيح إن المصاري مرات بتخلي العقل يطنش بس الحق واضح مثل ما بيقولوا الحق أبلج والباطل أجلج شو معناته عندك لما المسيح يصرخ بصوت عظيم وعم يتألم ويقول إيه لي إيه لي لما شبكتني ما بعرف هل دي ذات هو اللي قال إيه لي إيه لي لما شبكتني ولا الرب الخالق الرازق اللي قال عبدوني هو هلأ عم يصرخ إيه لي إيه لي لماذا تركتني ليش تركتني تخلت عني ما هذا اللي قالوا اليهود للمسيح إذا كنت إليه يخلص نفسك إذا كنت ابن الله خلي دافع عنك والعجيب أنه هو قال لليهود سيأتي يوم وتطلبونني لتقتلوني ولن تجدوني لأني حيث أكون أنا أنتم لا تكونون أنا أكون فوق وأنتم تكونون تحت أنا معي أبي لن يتخلى عني هذه بيوحنى وبعدين فجرة إيه لي إيه لي ليش تخليت عني شاشة كيف فشو فيها أماقي أهل الباطل ما بيقولوا كلمة بتطلع منهم هجوما على الآخرين أو دفاعا عن أنفسهم إلا بتورطوا أكتر يليتك مؤتيها هالكلمة لأنه هلا فتحتي على نفسك باب وورطت نفسك أكتر مش كيف دينك في ثغات كثيرة ما في أكتر من الثغرات الباطلة بدينك فانتبهي تاني مرة أنا هي أول مرة بشوف لك مقطع وأنا هيك عم بستعرض بس دقيقة وجدت لك هال مصيبة كيف لو أني هتابعك هلا وطلع اللي عنديك فأرجو أنه تحترمي نفسك ولا تورطي دينك ولا تورطي مذهبك وجماعتك تقولي الكلمة وتفتحي على حالك باب هالأنت طبعا بالمثل بيقول اللي بيته من أزاز ما يرجم الآخرين عشت كيف فهلا أنت رجمتين انكسر البيت تبعك هلا كل البيت تبعك انكسر ليش الله تخلى عندي ذات تسألي حالي ليش الله تخلى عن الله لأن انتوا الله الأولاني والتاني والتلاتي كلهم الله فألا تخلى عن الله وقام الله التاني الله رقم اثنين قال الله رقم واحد إلهي ليش تخلت عني ليه تركتني ليش هيك ضعف أنا أنا ضعيف أنا مصلوب شايفني شبه عاري حطيني الشوكع راسي عم بيبزو علي استضعفوني الناس هيك بيكون إله عندكم فطبيعي بالنسبة للمخلوق انه مثلا يقول يا ربي يا ربي ليش تركتني مع انه هذا ما بيجوز عني بالإسلام لأنه هذا في شك برب العالمين وبعدل رب العالمين وبقدرة رب العالمين هذي كلمات الشك معقولة تصدر من رجل صالح انتوا بتقولوا ان المسيح كان متقي لله ولأن الله استجاب له لأجل تقواه بلوك شي يعني تقواه يعني بيخاف الله بلوك كيف الله بيخاف الله انتوا بتقولوا عن المسيح الله بلوك كيف الله بيخاف الله بيتقي الله فبالنسبة طبيعي ان الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالمطهرات والكفارات لأنه موحد مش مشرك نعم نحن معنا الله بيموت مشين طايا عباده الله ما بيموت فالله سبحانه وتعالى يبتليه بما يكره في الدنيا إلى أن يلقى الله يوم القيامة وليس عليه خطيئة مش كيف فشي طبيعي كل الناس بيمرضوا ليش هو النصارى ما بيمرضوا ليش القساوس ما بيمرضوا معقول يعني الكلام فهي دي شبهة هزيلي للأسف الشديد طرحك هزيل ويفتح عليك أبواب الآن انت فتح عليك باب إذا المخلوق ممكن المخلوق أن يقول يا الله ليش تركني مع أنه ما بجوز بس كيف الله بيقول الله ليش تركني معقول الحقيقة يا ماجي يعني فكري فكري وعقالي قبل ما تموت على هالملة هاي وهي دي منه سبعة فكرة هاي دي حوار لا سبينا ولا شتمنا ولا شسمنا بس مرات النصيحة بتكون تقيلة مثل دفع الزكا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر